انضموا إلي عبر الهاتف الإعلامي ضمن عملية بركان الغضب سيد عمران شتاوي أهلا بك لو تضعنا في صورة الأوضاع الميدانية في محاول القتال لهذا اليوم أحييك أولا سيد محمد وأحيي كل المشاهدين بنسبة للأوضاع ميدانيا هذا اليوم يعني جميع المحاور من الواضح أنها تشهد هدوءا نسبيا وحدنا في نفس الوقت هناك تبادل القصف المدفعي في بعض المحط كما نقول دائما هو إجراء روتيني أو عمل روتيني يقوم به قوات بركان الغضب لإرهاق هذه المشيئات ويعني قطع الطريق أمام إعادة التحشيد أو التركيبات المعاوية وفقا للإستطلاعات التي يقوم بها سلاح الجو من الإستطلاعات الإستطلاعية برفض هذه التحركات يعني اليوم ميدانيا جميع المحاور تشهده هذا الهدوء ولكن أنا أتوقع أنه سيد طويلا نعم ماذا عن العمليات الجوية سواء لقوات الجيش الليبي أم للقوات المعتدية خلال هذا اليوم ولو تطلعنا على تفاصيل إسقاط الطائرة في مدينة مصراتة نعم بارحة كنت شاهدا عيان على هذا الحدث وهي هذه المرة التي تم فيها إسقاط هذه الطائرة الإماراتية المثيرة هي المرة الثالثة يعني تمكنت قوات بركان الغضب والدفاعات الجوية من إسقاط الطائرة في الثالث من أغسطس الماضي وأيضا في الثامن عشر من نفس الشهر البارحة يعني هذه كانت تقصف أهدافا مدنية في محيط مدينة مصراتة وتقريبا يعني بالقرب من الشريط الساحري الطائرة يعني كانت مزودة ومجهزة بتمانية ثواريخ موجهة وتم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية قبل أن تلود بالفرار إلى قوعدها التي انطلقت منها يعني نجحت بالفعل قوات بركان الغضب في تجميب المدنيين والآمنين نيران هذه الطائرة وفعلا يعني كما ذكرت لك كنت شاهد انعيان أثناء يعني تصدد الاتفاعات الجوية لها وإسقاطها وتجدر الإشارة بأن هناك يعني هي نجحت في قصف بعض الأماكن هناك بعض البيوت تضررت أيضا هناك من ذكر بأن هناك ثواريخ فقطت في مزارع أو في أماكن صادية في مساحات صادية لكن هناك أيضا بعض الأضرار لبعض المنازل ولكنها أضرار لا تذكر لكن النتيجة أنه تم إسقاط هذه الطائرة وقطع الطريق على مزيد من الأضرار طيب باعتبار أن هناك لغط أثيرة حول هذه العملية ليلة البارحة هل تؤكد بأن الجيش الليبي قد امتلك ربما دفاعات جوية تستطيع وقادر على إسقاط مثل هذه الطائرات أم أن العمل تم بذات الأسلحة وبذات الإمكانيات السابقة وأنه ما جرى فقط هو مثل العمليات السابقة ما نعلمه بأن هناك فعلا تجهيزات ستصل ربما وصلت بعض منها من ضمن هذه التجهيزات التي وصلت في السابق لأجهزة تشويش أي تقنية التشويش على الإماراتية المسيرة وأيضا استعمال الدفاعات الجوية السابقة يعني ليس جديدة بالنسبة للدفاعات أما تقنية التشويش فهي جديدة إلى حد ما ويبدو أن الدفاعات الجوية أو المكتولين عن هذه الدفاعات قد بدأوا بالتشويش على هذه الطائرة ومن ثم إدافها من خلال الدفاعات الجوية لكن لا وجود دفاعات جوية جديدة إلى حد الآن وإن كنا نتوقع بأنها تتصل خلال المدة القريبة القادمة نعم سيد أمرانش تيوي الإعلامي ضمن عملية بركان الغضب كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك